أستاذ صباح الإيربيس بيزني مش عارف اسمعك يا أستاذ أبوان معنا مين تاني طيب طيب نتكلم شوية عن الموضوع بتاع النهاردة الإصراف الإصراف من الأمور اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها ورمضان جهي علي جوانا حتة الإصراف دي تخيلوا لأن رمضان جوه رمضان احنا اتفقنا احنا بنكون وجبتين بس الوجبة الوفر دي الوجبة الوفر دي المفروض بتروح للفقراء والمساكين لأن الصدقة بقت مرتبطة برمضان بنشوف في رمضان حاجات غريبة أو ممكن نعمل عزايم كتير والأكل يترمي لا الأكل يترمي ده إصراف ده إصراف أنا أصرفت في الأكل لدرجة أنه لم يصل إلى مستعقية أنا ممكن نجمع الأكل الفايد ده وحطه في علبة نظيفة وديه للفقراء ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول إيه المشايخ بيطلعوا يقعودوا يكلمونه عن الإصراف ويقولوا لنا ما تسرفوش يعني ما نعشي لا ده شوفوا قرآن بيقول إيه يا بني آدمة خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني وانتوا رايحين تصلوا اتزينوا وتعطروا وتطيبوا والبسوا أفضل ما عندكم وكلوا واشربوا بس في شرط ولا تسرفوا ما تزودش عن طاقتك ما تاخدش أكتر من طاقتك لأن الإصراف ده يدخلك في دائرة الظلم لأن ما أخذته أكثر من طاقتك هو حق لإنسان آخر أنت حرمت منه فربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ليهم لا نسرفش إنه لا يحب المسرفين ربنا سبحانه وتعالى لا يحب من عباده المسرفين وأصبح من صفات عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى امتدح من في سورة الفرقان ربنا يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة يعني عباد الرحمن لما يجوا ينفقوا على أنفسهم ما يسرفوش أوي وما يبقوش بخلة ما يقطروش أوي وكانوا بين ذلك قوامة يعني وسطا وسطا بين الإصراف والتقطير في حاجة غريبة قوي بقى من الإصراف يعني بعيدا عن الإصراف الأكل والشرب طبعا الإصراف والتبذير بعض الناس يقول لك إيه الإصراف هو التبذير يعني هو التبذير والإصراف بمعنى واحد لا التبذير إنك تصرف أمور لا طائلة من وراها إنك تصرف على المعصية إنك تصرف على الخمر ده تبذير إنما الإصراف إنك تنفق على أمور أنت تحتاج إليها بزيادة يعني أك أنا يكفيني ساندوتش واحد فجبت ثلاث ساندوتشات ده نوع من أنواع الإصراف ومن القصص الجميلة أوي اللي وردت في معنى الإصراف قبل ما نتكلم عن الإصراف المزموم أوي بقى القصص الجميلة اللي وردت في معنى الإصراف إن كان فيه الأديب الأستاذ المنفلوطي لكن ناخد الإتصال ده وبعدين نكمل